اشتركوا في القناة رح نحكي عن برج الجوزاء وعن اللي طالعهم جوزاء اللي طالعهم اي برج اخر موجودة الحلقة نزلت لكل الابراج لتوقعات الاسبوع بتقدر تروح وتسمع طالعك وتقارن ما بين الامرين مع بعض يعني تجمعهم مع بعض وتستغل الفرص المناسبة اللي بتلاقمك طبعا من مساء اليوم الخميس وحتى يوم السبت القمر بكون موجود في الجوزاء يعني عندك فعشان هيك نفسيتكو بتكون احسن رغم التقلبات النفسية اللي موجودة بتكونوا انتو قادرين على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وتختلط عندكم الواجبات بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الامور اهم ايش انك تحدد اهدافك واولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع او موقعك وانجاز الكثير من اعمالك خلال هذا اليوم اما من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير في السرطان يعني بيتك الثاني فعشان هيك بتتركز الامور على الامور المالية فهاي الفترة بيكون في فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بعود له او يحصل على هدية اهم ايش انك تخفف من النفقات قدر المستطاع بتناقش موضوع تمويلي او قرد وممكن تحصل على تسوية او التسوية اللي انت بتحلم فيها بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء اهم ايش انك تبرر مواقفك بوضوح من اي سوء تفاهم اما من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير في الاسد بيتك الثالث فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من انواع تعامل مع اخ او جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على انواعها اهم ايش انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض في هاي الفترة تكثر الزيارات والتنقلات عندك من فجر يوم الخميس وحتى فجر السبت القمر بصير موجود في الحضراء بصير تركيزكم كله على الامور اللي الها علاقة بالعقارات او البيتية او العائلية فعشان ايك بتنشغلوا في هاي الفترة بتنظيم اموركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بتشعر ببعض الحزن او التعب بتبحث عن ملاذ امن اهم ايش انك ما تنتقد اقرب الناس اليك هاي الفترة بتلمس نوع من انواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة اهم ايش انك ما تنفعل وما تعصب وما تتقلب في مزاجك بالفترة هاي لانه تقريبا الكواكب الزهرة بتتراجع عندك وفي نفس اللحظة عطارد بيتراجع في السرطان والكسوف اللي في السرطان وهاي كلها امور ضاغطة عليك بتكون بحجم كبير فبدك تنتبه بالفترة هاي من الامور اللي الها علاقة بالشأن الشخصي لانه بتحمل نوع من انواع التقلبات النفسية هاي على طول الاسبوع بدك تظلك حذر من هاي الامور وفي نفس اللحظة على الوضع المالي بتكثر عندك المصاريف او بتتراكم بعض المصاريف او ممكن يصير بعض المطالبات او عندك قلق مالي معين وبالنسبة لباقي الايام لما بوصل للأسد ولا العذراء الاجواء بتصير ايجابية اكثر بتساعدك في انجاز بعض الامور بشكل جيد وبرضو بكون فيها نوع من انواع الاشياء الممتعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء باستغفرك اشهد ان الفيس اشتركوا في القناة